في سياق متصل تتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ تحت شعار حجد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا وتمت مناقشة التوقعات الاقتصادية الأفريقية بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا في إطار حرس الدولة المصرية على تعزيز وتعمق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية جاء ثالث أيام فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا النهاردة في آخر جلسة أصدر رئيس بنك التنمية الإفريقي تقرير وافي وافتكرة هو تقرير مهم جدا في رسم خريطة الطريق لدور المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية في معالجة قضايا المناخ في إفريقيا بحضور نحو أربعة آلاف مشاركا من محافظ الدول الأعضاء ووزراء لإحدى وثمانين دولة جاءت الجلسات ما بين إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص وتطرقت الجلسة الثانية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة بالقارة الإفريقية مشاركة بالنسبة للنعارضة نحن نفهم إيه الأوجه الاستثمارات المطلوبة وبالنسبة للتقر المتجددة والاستثمارات الخضراء عامة وبالتالي نحن مبسوطين جدا أن نحن نقدر نشارك في تنمية هذه القارة المهمة تشارك مصر بتنظيم حدثين جانبيين خلال الاجتماعات لمناقشة حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأقدر في الاقتصاديات الناشئة ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأقدر